قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الرابع للوكالة الدولية لطاقة ذرية عن التزام الاتفاقية المشتركة في شأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة وذلك في إطار مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة والذي يقام في مقر الوكالة الدولية في فيينا بالنمسا ويتضمن تقرير الدولة الإجراءات القانونية والرقابية التي اتخذتها لتحقيق التزاماتها نحو الاتفاقية المشتركة في شأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النوية ستة لوائح رقابية فيما يخص إدارة النفايات المشعة